بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير هذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله لأن الملائكة هم أقرب الخلق إلى الله عدا خواص بني آدم ومع ذلك فإنه يحصل لهم الفزع عند سماع كلام الله تعالى ماذا يتضمن الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بالملائكة بأنهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور يطيعون الله ولا يعصونه لهم أرواح وعقول وأجساد وقلوب نؤمن بهم وبما أخبرنا الله من أعمالهم وصفاتهم وأسمائهم والأخبار التي جاءت عنهم فزع أي أزيل الخوف المفاجئ عن قلوبهم وهو العلي أهل السنة يثبتون لله علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على جميع المخلوقات فوائد الآية أن الملائكة يخافون الله قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم إثبات القلوب للملائكة قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم إثبات أنهم أجسام وليسوا أرواحا مجردة عن الجسمية قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث ورباع أن لهم عقولا إذ القلوب محل العقول إثبات القول لله تعالى وأنه متعلق بالمشيئة إثبات أن قول الله حق والحق في الكلام هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أدلة العلو في الذات إجمالا خمسة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة الدليل الثاني في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء صفوان هو الحجر الأملس الصلب والسلسلة عليه يكون لها صوت عظيم والمراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه ينفذهم ذلك أي هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ من فوائد الحديث إثبات القول لله تعالى وإثبات عظمة الله ولا يصدر عن الله تعالى إلا الحق إثبات الأجنحة والكلام والعقل للملائكة وأنهم يخافون ويخضعون لله أن الله يمكن هؤلاء الجن من الوصول إلى السماء فتنة للناس كثرة الجن وأجسامهم خفيفة يطيرون طيرانا أن الكهان من أكذب الناس ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا كذبات كثيرة أن الساحر يصور للمسحور غير الواقع فيجب الحذر منه مراحل استراق السمع من الجن أولا قبل البعثة كان الاستراق بكثرة ثانيا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من استراق السمع ثالثا بعد موته صلى الله عليه وسلم عادوا يسترقون السمع لكن بقلة الدليل الثالث وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل فوائد من الحديث إثبات الإرادة لله وهي قسمان إرادة شرعية وإرادة كونية أن المخلوقات وإن كانت جماد تحس بعظمة الخالق إثبات تعدد السماوات وأن لكل سماء ملائكة مخصصين فضيرة جبريل حيث أنه المعروف بأمانة الوحي وأنه الأمين إثبات العزة والجلال لله إلى حيث أمره الله عز وجل عز العزة بمعنى الغلبة والقوة وللعزيز ثلاثة معان عزيز ممتنع أن يناله أحد بسوء وعزيز ذو قدرة لا يشاركه فيه أحد وعزيز غالب وقاهر جل الجلال بمعنى العظمة التي ليس فوقها عظمة المسائل الأولى تفسير الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك شدة خوفهم الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل ففيه فضيلته السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون دليل على عظمته بينهم الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعظيما لله العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله لأنه الأمين الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا الثالثة عشرة إرسال الشهاب الذي يحرق مسترق السمع الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة على سبيل المبالغة للتحديد السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها لأنها هي التي تروج بضاعتهم ولو كانت بضاعتهم كلها كذبا لما راجت العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا تعظيما لله واتقاءا لما يخشونه التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر